وسط فقرات منوعة وتكريم المنتسبين والداعمين اختتم نادي الشعب الثقافي الرياضي برنامجه الصيفي الذي امتد لشهر كامل بفعاليات منوعة التفاصيل في سياق تقريرنا التالي بعد شهر مليء بالترفيه والمتعة الممزوجة بالمعرفة اختتم النشاط الصيفي لنادي الشعب الثقافي الرياضي المقام ضمن فعاليات صيف بلادي بفقرات متنوعة قدمها الطلاب المنتسبون تضمنته انشودة وقصيدة شعرية ومسرحية وطنية عن تضحية الشهداء اشكر الهيئة العامة لعرعاية الشباب والرياضة برئاسة معاني الشيخ انهيان بن مباركة على انهيان وعيس الهيئة على جهد الهيئة واشكر سعادة الاخ خالد بن عيسى المدفع وعيس اللجنة العليا للصيف بلادي على الجهد المبذول لصيف بلادي على مستوى امارات الدولة احنا من ناحيتنا في امارة الشارجة شكلنا لجنة لنشاط الصيفي لصيف بلادي واعتمد سعادة الاخ عبد العزيز النومان امين عامة الشارج الرياضي والحمد لله ان البرامج اللي متنوعة في اندية امارة الشارجة والحمد لله لقينا العدد في تزايد من سنة لسنة نادي الشعب حريص بالحفل الختامي للنشاط الصيفي على تكريم جميع المنتسبين الذين تجاوز عددهم 240 طالبا من اختلف العمار والمراحل الدراسية حيث وفر لهم النادي طوال شهر كامل المناخ المناسب في بيئة جاذبة عبر برامج منوعة ترسخ القيم الاصيلة وتحافظ على الهوية الوطنية تنوعت الفعاليات والانشطة للنشاط من الثقافية والرياضية الرياضية كانت من كرة القدم والدراجات الهوائية وكذلك لعبة السباحة يوم الخميس الماضي كانت فعالية حلوة في ختام النشاط هذا في لعبة السباحة احتفلنا مع أولياء الأمور بتخريج 100 سباح ما كانوا يعرفون يسبحون قبل النشاط كذلك في الفعاليات تتنوعت زيارات للمتاحف والأماكن الثقافية والسياحية في الإمارة وبالإضافة إلى أنشطة كثيرة من ركزت على الإبداع والابتكار وعلى القراءة تماشين مع توجهات حكم دولة الإمارات النشاط الصيفي هذا النشاط نشاط جميل فيه تمارس هواياتك تزيد من الهوايات اللي عندك تزيد من المهارات اللي فيه اللي عندك كان ما شاء الله ما قصروا يعني النشاط كان حلو جميل طبعا نشاط جميل ورائع غني عن التعريف والأشار استفتها أولا لعب كرة القدم والرياضة وكذا وطبعا سهركت في المسرحية في الحفل الختامي والقيد القصيدة الشهرية كما حرصنا للشعب أيضا على تكريم الجهات الداعمة والرعية لنشاطها الصيفي وشركائها في نجاح برامجها المجتمعي الهدف إلى جانب تثمين جهود القائمين والمشرفين على فعاليتها بصيف بلادي